في التحليلية المقاومة لم تتوقف يوماً عن نشاطها والاحتلال مرتبق من أي حركة في جنوب لبنان ما القصة؟ الرياض تجمع شاتات خلفائها في اليمن تحاول من قائد حرب إلى وسيط بينهم الأمم المتحدة تتقص عن اتفاقية بنزويلا وكوريا الديمقراطية وإليت أبرامز يراقب من هو؟ وفي قضية اليوم ترامب يسيق المحتجين بالمرضى ويتهم الأعلام بتزييف الواقع أليست واجتا من قادة حملات التزوير الأعلمي الغربي والعالمي فيما سمي بالربيع العربي؟ التحليلية تأتيكم الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس شريفاً